على صعيدا اخر تفقد امين عام المجلس المحلي بمحافظة شبو عبد الربو هشلة سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في كلية المجتمع التي تقدم لها 263 طالب وطالبة موزعين على تخصصات الطوارئ واسعافات اولية والتمريض ومحاسبة والتبريد وتكييف وصيدلة وطاف امين عام محلي المحافظة ومعه عميد الكلية الدكتور فواز الخليفي بقاعات الامتحان مطلعا على الترتيبات التي اتخذت لضمان سير الامتحانات دون اي عوائق واستمع هشلة والخليفي لملاحظات وارأي الطلاب حول العملية الامتحانية متمنيين لهم التوفيق والنجاح في ادائها مشيدان بالدور الذي تطلع به الكلية في تلبية احتياج السوق المحلية من الكوادر المؤهلة في العديد من التخصصات والمهنة اشتركوا في القناة